حادثة قد تربط بالسحر والشعوذة ولكن أيضا حدثت اختطافات كثيرة ليس في الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد في بريطانيا وتم اكتشافهم بعد عقود من الزمن تصلنا فيها أستاذ حسين خلاص في إطار المرض النفسي المعزول عن المجتمع كيف يمكن تفسيرها كإعلاميا ومتعاميا؟ هو اتفق مع مسألة العزلة في جانب ولا اتفق معها في جانب آخر من حيث أنه مثل هذه الحالات نادرة ليست منتشرة بالشكل الكبير فهي استثنائية بالمقارنة مع القاعدة العامة ولكن عواملها تجعلها غير معزولة لماذا؟ المحفزات لذلك مثلا إقبال المجتمع بقوة بالرغم من تطور العلم بالرغم من تطور المجتمع إلى السحر والشعوذة في إقبال لولا هذا الإقبال لما أقدم هذا الشخص إلى ارتكاب هذه الجريمة للعمل بالسحر والربح به ربع السريع لا شك أن هذا الشخص قد ربما جمع ثروة كبيرة من خلال هذا ولولا هذا الحافز ولولا هذا الحافز ربما لما أقدم على ذلك وهذا الحافز من الذي جعل هذا الحافز يتكون هو إقبال هناك زبائن هناك زبائن هناك مجتمع هناك مازال يقبل ويقبل على هذه على تعاطي السحر على تعاطي السحر هذا الشخص وجد نفسه في أرياحية عنده مدخول من هذا بدون أن يعرفه أحد ويكون الناس قد نسي هذا المخطوف يعني لمدة سنوات ولما يموت يدفنه هناك دون أن يعرفه أحد هذه كانت ربما هذه الخطة أنه يستغله حتى نهاية المطاف ولكن شاءت الأقدار بحمد الله أن يعثر عليه وأن يجعل من هذه القضية عبرها أيضا قضية رائعة لأن أعتقد أن تحرك القوة الأمومية وتحرك النيابة وتحرك السلطات والدرك الوطني سيجعل هناك عبرة أيضا وقد يؤدي إلى وعي أفضل قفزة في الوعي الاجتماعي بخطورة مثل هذه الظواهر ليس الخطف فقط وإنما أيضا العوامل التي أدت إلى هذه القطف نفس الشيء بالإسمان المخدرات أيضا المخدرات تفعل الأفعيل في أصحابها تؤدي إلى الخطف إلى السرقة إلى الإجرام إلى غير ذلك من أجل الحصول على على المخدرات نفسها للاستهلاك أو ربما لاتجاه فكل هذه العوامل لابد من أعتقد أن لابد من محاربة هذه العوامل أولا